العربي بن مهيدي القائد المناضل المجاهد الشهيد تعود ذكر استشهاده بكثير من الرمزية التاريخية الباقية ما بقي الوجود بن مهيدي واحد من من خلدته أعظم ثورة في تاريخ البشرية ثورة كان له فيها اليد الطولة ومحركها الأساسي ولا أدل على ذلك مقولته الشهيرة ارموا بالثورة إلى الشارع يحتضنها الشعب بن مهيدي ورفاقه رموا بالثورة إلى شعب كان تواقا للحرية تواقا لرفرفة علم الاستقلال فاحتضن ذاك الشعب الثورة بها وبما فيها بن مهيدي كان هدفا بارزا لفرنسا الاستدمارية الأخيرة كانت تسعى جاهدة للقبض عليه فرنسا لم تكن ترى في بن مهيدي الشخص الساعي إلى بث الفوضى والإخلال بالنظام العام بل كانت ترى فيه ذاك الثورية الزعيم لذا كان يوم اعتقاله نهاية شهر فبراير سنة سبع وخمسين تسعمائة وألف يوما بارزا لضباط الاستدماريين أنذاك ضباط قتلوه تحت التعذيب وقالوا فيه أقوالا بقيت تخلده إلى الآن فالسفاح بيجار رفع يده تحية لبن مهيدي عندما استشهد ثم قال لو أن ليثل من أمثال العرب بن مهيدي لغزوت العالم فأي حديث بعد هذا الحديث عن رمز من رموز جزائر الثورة وأي كلام غير الكلام الحاث إلى ضرورة السير مسار نضالي وحب بن مهيدي لوطن اسمه الجزائر